السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع اليوم هو خوارزمية KMP لمطابقة الأنماط أو البحث في النصوص KMP button matching or searching algorithm طورت هذه الخوارزمية من قبل علماء كنوث موريس وبرات عام 1977 ولهذا أخذت تسمية KMP في الخوارزمية الساذجة والبسيطة نيبة algorithm نقوم بتجربة الاحتمالات فمثلا إذا كان النص لي هو CAA إلى آخره B والنمط هو AAAB نقوم بمقارنة C مع A عدم تطابق نزيد قيمة I ونرجع بجي من البداية أي أننا نزيح النمط إلى اليمين خاني واحدة ليتحادم مع الحرف التالي في النص الآن نقارن A مع A تطابق نزيد كل من I وجي A و A تطابق من جديد نزيد I وجي A و A تطابق من جديد نزيد I وجي A و A أيضا تطابق وبهذا نكون قد حصلنا على التطابق للبحث عن التطابقات أخرى نزيد قيمة I ونعود بقيمة J إلى البداية وهكذا التعقيد في الخوارزمية البسيطة هو Big O N ضرب M حيث N هي قياس النص text و M هي قياس النمط button طورة خوارزمية KMP لتحسين الأداء نقوم في هذه الخوارزمية كما في حالة نيبة القرثم بعد عدم تطابق C مع A بتحريق قيمة I والعودة بقيمة J إلى البداية نقارن A مع A تطابق A مع A كذلك تطابق A مع A كذلك تطابق A مع A تطابق الآن D مع B عدم تطابق في الخوارزمية البسيطة أو السادجة كنا نزيد قيمة I ونرجع لبقيمة J من البداية الفكرة في خوارزمية KMP لماذا يجب علينا إجراء العديد من المقارنات بين حروف النص وحروف النمط نعرف من المقارنات السابقة أنها متساوية لاحظ عند عدم تطابق D و B كل هذه الحروف النص والنمط التي تسبق عدم تطابق كل من D و B كانت متساوية ولهذا يمكن الاستقناء عن العديد من المقارنات من الاستفادة من التطابقات السابقة لمعرفة موقع المؤشر الجديد في النمط تحتاج خوارزمية الـ KMP إلى معالج مسبقة المعالج المسبقة تتم على النمط فقط ولمرة واحدة فقط قبل البدء بالتعرف على عملية المعالج للنمط سنستعرض بعض التعريفات Prefix Suffix Proper Prefix Proper Suffix Prefix بادية السلسلة أو النص هي أي سلسلة فرعية تبدأ من بداية النص وتنتهي عند أي موضع من S Suffix لاحقة النص وهي لاحقة سلسلة S وهي أي سلسلة فرعية تبدأ من أي موضع من النص وتنتهي في نهاية النص البادية المناسبة أو البادية الصحيحة Proper Prefix هي أي بادية لا تسوي السلسلة الكاملة S اللاحقة المناسبة أو اللاحقة الصحيحة هي أي لاحقة لا تسوي السلسة الكاملة S فعلى سبيل المثال إذا كان لدينا النص S هو ABC فإن مجموعة الباديات هي A, A, B, A, B, C الباديات المناسبة أو الصحيحة يجب أن لا تسوي النص وبالتالي فهي A و A, B مجموعة اللاحقات هي C, B, C, A, B, C مجموعة اللاحقات المناسبة أو الصحيحة هي C, B, C أي أن مجموعة الباديات الصحيحة تحتوي على جميع الباديات مع هذا النص الكامل ومجموعة اللاحقات الصحيحة أو المناسبة تحتوي على جميع اللاحقات مع هذا كذلك النص الكامل تتلخص عملية المعالجة المسبقة في خوارزمية القيام P بإعداد أو تحضير جدول يسمى ال-BS Longest Proper Suffix حيث تشير كل خليفة هذا الجدول إلى أطول بادية مناسبة Proper Prefix تكون أيضاً لاحقة مناسبة Proper Suffix وسأقوم بتوضيع عملية الحصول على عناصر مصفوفة من خلال الأمثل التالي لنفرض أن البتن يساوي ABCD مرة أخرى المعالجة تتم على النمط ولا دخل للنصب عملية المعالجة المسبقة لإيجاد محتويات ال-BSRI نأخذ النمط من البداية من الفارس صفر ونقوم مع تضمين كل حرف جديد بإيجاد أطول بادية مناسبة تكون أيضاً لاحقة مناسبة عند A لوحدها أطول بادية مناسبة تكون لاحقة مناسبة هي صفر الآن عند AB الباديات المناسبة هي A فقط واللاحقات المناسبة هي B فقط وبالتالي فإن الطول أيضاً يساوي صفر الآن عند A B C الباديات المناسبة هي A A B واللاحقات المناسبة هي C B C لا يوجد أي حدود مشتركة بين الباديات المناسبة واللاحقات المناسبة أيضاً لدينا هنا الصفر الآن مع تضمين D الباديات المناسبة هي A A B A B C اللاحقات المناسبة هي D, C, D, B, C, D أيضاً لا يوجد أي عناصر مشتركة بين هذه الحدود وبالتالي فإن الكيمي هنا أيضاً صفر هذا يعني أنه إذا لم يحتوي النمط على أي حروف متكررة فإن جميع محتوى المصفوفة LPS ستكون صفر وفي الواقع في هذه الحالة فإن خوارزمية الـ KMP لا تحسن في الأداء في المثال التالي لنفرض أن البطن هو A, 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 A لو أخذنا الحرف الأول لوحده A فإن هذه القيمة ستكون صفر الآن القيمة التالية A, A البادية المناسبة هي A واللاحقة المناسبة هي كذلك A وبالتالي فإن طول أطول بادية مناسبة تكون لاحقة مناسبة هو واحد الآن لو أخذنا A, A, A البادية المناسبة هي A, A, A واللاحقات المناسبة هي A A A أطول بادية مناسبة تكون لاحقة مناسبة هي A A والطول يسوي اثنين الآن مع تضمين A بالفرس ثلاث الباديات المناسبة هي A A A A A واللاحقات المناسبة هي A كذلك A A A A أطول بادية مناسبة تكون لاحقة مناسبة هي A A A والطول يسوي ثلاث وهكذا في هذا المثال النمط هو A A B A عند أول A محتوى البيئة الصفر يساوي صفر إذا أخذنا A A البادية المناسبية A واللاحقة المناسبية A أو تلف أن هذه القيمة تكون واحد الآن لو أخذنا A A B البادية المناسبية A A A واللاحقة المناسبية B B A لا توجد أي حدود مشتركة وبتلف أن الطول يساوي صفر الآن مع تضمين A البادية المناسبية A A A A B واللاحقات المناسبية A B A A B A أطول البادية المناسبية تكون اللاحقة مناسبة هي فقط A والطولة يساوي واحد المثال على اليمين A B A B هنا لدينا صفر واضح لديكم في حال تضمين B أيضا هنا صفر في حال تضمين A البادية المناسبة هي A و A B واللاحقات المناسبة هي A B A أطول البادية المناسبة تكون اللاحقة مناسبة هي A وطولة واحدة الآن مع تضمين الحرف B البادية المناسبة هي A A B A B A واللاحقات المناسبة هي B A B B A B أطول البادية المناسبة تكون اللاحقة مناسبة هي A B وطولة يساوي اثنين في هذا المثال صفر A A A واحد A A A اثنين الآن عند بي صفر A من جديد واحد مع إضافة A جديدة اثنين ومع إضافة A جديدة ثلاث في هذا المثال سأقوم مباشرة بكتابة البي أس هنا صفر واحد صفر A واحد A من جديد اثنين عند سي صفر A واحد A من جديد اثنين B ثلاث A أربعة مرة أخرى A خمسة في الواقع لماذا هنا ثلاث لدينا بادية A A B ولاحقة A A B وهنا أربعة لدينا بادية A A B A ولاحقة A A B A بطول أربعة وكذلك الحال في حالة الخمسة لدينا بادية A A B A A هذه البادية ولاحقة A A B A A وطولها يساوي خمسة إذن المرحلة الأولى في خوارزمية A A A B هي أعداد وتحضير جدول A A B A أطول بادية صحيحة تكون أيضا لاحقة صحيحة ويجب التنويه هنا أن بعض المراجع تجد هذا الجدول كأطول بادية مناسبة تكون لاحقة proper prefix that is also a suffix الحصول على مصفوفة أو جدول LPS يمكن استخدام هذه الدالة نمرر إلى الدالة pattern النمط وطول النمط في الواقع كتابت هذه الدالة وحتى فهمها وعند موضوع صعب بعض الشيء وبحاجة إلى التركيز وأصح الطالب بتتبع عمل هذه الدالة على أنمار بسيطة في البداية قاعدة قيمة جدول لها ويمكن استخدام الألماط التي عرضناها في الشاشات السابقة نخصص قيمة ابتدائية لآل صفر لجي ناقص واحد للعنصر صفر في المصفوف LPS ناقص واحد نبدأ بتكرار خارجي while I أقل من M مدامة I أقل من طول pattern وبتكرار داخلي مدامة J أقل من صفر وBI لا تساوي بي J نغير قيمة J إلى LPS وفي J بعد الخروج من هذا التكرار نزيد قيمة I ونزيد قيمة J ونخزن J في LPS وبعد الانتهاء من هذين التكرارين نعود بالجدول LPS longest proper prefix that is also suffix لاحظ لو كان مثلا ABC D إلى آخره لا يحتوي على عناصر متكررة I صفر J ناقص واحد while I أقل من M نذهب للتكرار الداخلي J أكبر من صفر الشرط لا يتحقق نخرج من التكرار الداخلي نزيد I ونزيد J ونخزن في LPS I J أي هنا لدينا صفر نبدأ من جديد I أقل من M وال J أكبر من صفر true B I لا تساوي B J أيضا true true and true true J تساوي LPS J أي أن J ستعود إلى نقص واحد نزيد I ونزيد J ونخزن في LPS I قيمة J وهي صفر لعب عند عدم تساوي A من الحروف دائما سنبقى نحصل هنا على صفر حيث أن هذا الشرط دائما سيعطي true ودائما سترجع قيمة J إلى نقص واحد وخارج التكرار نزيد I ونزيد J أي أن J ستصبح صفر وبالتالي فإن القيمة التي ستخزن في كل خلية تالية ستكون صفر الآن سأقوم بتتبع الحالة إذا كان النمط يساوي A A A القيمة الابتدائية ل-I صفر ل-J نقص واحد بالتكرار الخارجي I أقل من M M طول البطن وال-J أكبر من صفر and B I لا تساوي B J الشرط فالس نخرج من التكرار الداخلي I بلس بلس J بلس بلس أي N I ستشير إلى هذا الموقع B S I تساوي J أي هنا لدينا صفر بالتكرار الخارجي أكبر من أو تساوي صفر J هنا صفر B I A و B G A أي ناتج الشرط الكلي سيكون false نزيد قيمة I ونزيد قيمة J ونخزن في L B S I قيمة J وهي 1 لاحظة فهار الصفر 1 2 3 إلى آخر نبدأ بالتكرار التالي I أقل من M J أكبر من صفر B I تساوي B J شرط false نزيد قيمة I ونزيد قيمة J ال B S of I تساوي J وهي 2 وهكذا ملاحظة أخرى بالنسبة لهذه الخوارزمية لدينا هنا تكرارين من نوع while متداخلين وقد يعتقد البعض أن التعقيد في هذه الحالة هو Big O M تربيع إلا أن التعقيد في هذه الحالة هو Big O M والسبب في ذلك هو أن كل قيمة I تتسبب في زيادة J بمقدار واحد بغض النظر عن مقدار الرجوع إلى الوراء وبالتالي فإننا سنقوم باستهلاك الكمين المتزايدة بعد أعداد المصفوفة LBS ننتقل إلى الجزء الثاني من الخوارزمية وهو عملية البحث في عملية البحث نقارن كالمعتاد الحروف المتناظرة في النص والنمط وفي حال تساوي نزيد قيم كل من I وجه لنفرض أنه في هذه المقارنة لم يحصل تساوي وهنا يجب الاستفادة من الجدول المعاد مسبقا LBS حيث أن جميع الحروف في النمط والنص قبل هذه المرحلة كانت متساوية فإننا نبدأ المقارنة التالية عند J تساوي LBS وفي J ناقص واحد وهذا هو الفرق الأساسي بين هذه الخوارزمية وخوارزمية البحث الساذجي نايبا القرثم فعلى سبيل المثال نفرض أنه لدينا هذا النص text والنمط button هو AAA في البداية نحصل على الجدول الBS table للنمط وهو يساوي 0 1 2 3 الآن نبدأ عملية البحث هنا I وهنا J نقارن text I مع BJ تساوي نزيد I وJ تساوي نزيد I وJ تساوي نزيد I وJ تساوي نزيد I وJ وحيث أن J أصبحت أكبر من M طول button فإننا نكون قد حصلنا على التطابق ويمكن تبعط نتيجة أول التطابق الآن البحث عن التطابقات أخرى في الخوارزمية البسيطة كنا نعيد الفارس J إلى بداية النمط إنما في هذه الخوارزمية فإن الفارس J يساوي LBS F J ناقص واحد قيمة J هي أربعة الفارس 0 1 2 3 J ناقص واحد 3 قيمة LBS من 3 هي 3 أي أن J ستشير إلى هذا الموقع نقارن text I وهي A مع button sub J A تساوي نزيد I ونزيد J وحيث أن J أصبحت أطول من M طول النمط فإننا نكون قد حصلنا على التطابق الجديد ويمكن تبعط هذا التطابق لاحظ حصلنا على التطابق الجديد بمقارنة واحد فقط الآن نعيد J إلى LBS J-1 أي أن J ستشير إلى button of 3 الآن نقارن text sub I X button sub J A لا يوجد تساوي J تصبح 2 أيضا لا يوجد تساوي J ستصبح 1 أيضا لا يوجد تساوي J صفر لا يوجد تساوي وبالتالي نبدأ بتكرار جديد A جديدة ونبدأ بجيء من البداية ونستمر بنفس الطريقة التعقيد الزمني في هذه الخوارزمية Time Complexity هو Big O N زائد M وهو أقل بكثير من التعقيد الزمني في الخوارزمية البسيطة والستاذجة Big O N إذن كملخص خوارزمية KMP خوارزمية فعال البحث في النصوص حيث أنها تجري عملية البحث بتعقيد أقل من الخوارزمية الساذجة في هذه الخوارزمية توجد مرحلة معالجة مسبقة على النمط حيث يتم إعداد جدول LPS Longest Proper Prefix Which is Suffix وكذلك يمكن نجراء هذه الخوارزمية باستخدام الجدول Longest Proper Prefix Which is Proper Suffix وسنقوم باستخدام هذا الجدول عند عملية البحث في البحث نقارن كالمعتاد وفي حالة التساوي نزيد كل مقيم I وجه في أي مرحلة نحصل فيها على عدم تطابق بين الحرف النص والحرف النمط بعد مجموعة التطابقات فإننا لا نعود بمؤشر النمط إلى البداية كما هو الحال في الخوارزمية السادجة إنما نعود بمؤشر النمط إلى الموقع المحدد في الجدول LPS حيث أن قيمة المؤشر الجديدة ستصبح LPS J-1 حيث أن هذه القيمة في الجدول تشير إلى أطول بادية مناسبة Proper Prefix تكون أيضا لاحقة مناسبة Proper Suffix وبالتالي يمكن الاستغناء على عديد المقارنات حيث أننا قمنا بإجراء هذه المقارنات بين هذه الرموز في السابق ونعرف أن هذه الرموز متساوية شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته